ورحب دكتورة مونا محرز هي رئيس مجلس إدارة شركة كايرو A3 كايرو 3A وبرضو حضرتك كنت نائب وزير الصراع السابق أستاذ محمد عارف مدير عام قطاع السلع الاستهلاكية في الشركة وطبعا واضح أنه ده نتاج شغلكو الواضح قدام أنا عجبني قوي التغليف وعجبني الشكل وعجبني التعدد الأنواع فتفضلوا حضرتكم حكولي بقى حكاية كايرو 3A ولا ايه 3A كايرو 3A شركة تم تأسسها 1981 بالنقل والتفريغ ودلوقتي فيها أربع قطاعات نقل والتفريغ القطاع الزراعي والقطاع الصناعي وقطاع الانتاج الداجيني وده أحدث حاجة لو احنا تكلمنا عن القطاع الزراعي هنلاقي قطاع زراعي متميز بيصدر منتجات زراعية سواء من منتجات أو من خارج لستين دولة مش بس كده هو بين طبعا غير الانتاج المحلي في عندنا صناعات زي ما حضرتك شايفها للانتاج الزراعي كمجمدات أو عصير أو مركزات وهيتكلم فيها الأستاذ عارف الحاجة الثانية أن احنا عندنا شركة أقطاع شركة انتاج الشركة المصرية للنشا والكلوكوس وشركة الوطنية لمنتجات الدورة اللي حضرتك قلت فيه في المقدمة أن المصانع اللي كانت مش شغالة كويس بقت شغالة على أعلى مستوى وينتجوا 70% من احتياجات الشعب المصري من النشا وبيصدروا لدول عديدة سواء النشا أو الجلوكوس أو مشتقاته ودي حاجات هامة جدا طبعا كمان انتاج زيت الدورة ودي برضو حاجة مهمة جدا ونيجي بقى لشركة الدواجن وهي أحدث شركة كونات ودي كانت 1918 وأنا كنت في الوزارة في هذا الوقت وكان عندنا 2018 وكانت تكلفات من القيادة السياسية ان احنا عايزين نحقق اكتفاء ذاتي في قطاع الدواجن خاصة ان ده بروتين هام لكل الأعمار المختلفة من الأعمار وعندنا ميزات نسبية في قطاع السروة الداجنة الحقيقة وكان كمان ان احنا الفجوة الاسترادية كانت ساعتها 50 ألف طن اللي احنا بنستوردها عايزين نوفر دولارات عايزين نحقق عمالة الشركة دي فيها خمس تلاف عامل وفني ومتخصص شركة الدواجن فيها تلت تلاف تمانين في المية منهم من السن إلى أقل من أربعين ودي ميزة كبيرة جدا أن يبقى فيه شباب وأن كمان يكون ياخدوا علم وخبرات ساعتها الدينالهم فعلا 27 ألف فدان في الوحات ودي كانت منطقة نائية تصلح تماما لتربيط قطاع الدواجن تبقى بعيدة عن السكن وبعيدة عن المزارع الأخرى حصلوا فيها تنمية مكانية وحصلوا فيها تنمية المزارع 27 ألف فدان لما نمي فيها مزارع ومصانع علف ومفرخات طبعا دي نقلة نوعية في المنطقة هناك كلها زي ما حضرتك شايفة احنا بتدينا بحلقات الإنتاج الفرخة دي ما بتبتديش فرخة كتكتبين ربيه لا بيبتدي بجدة مستوردة وبعد كده الجدة دي تديني الأمهات وبعدين الأمهات تديني الكتكيت اللي بربي منها الفرخة دي وبالتالي احنا بناخد ثلاث حلقات من الإنتاج عشان أوصل للفرخ دي الحقيقة كان فيه تميز ايوة ليه ثلاث حلقات لأن الجدة بتديني أربعين أم بس الأم بتديني حوالي 130-150 فلازم يكون التسلسل بهذا الشكل بوليوم يعني ايوة وبعد كده احنا زي ما حضرتك شايفة وصلنا لإنتاج الفرخ احنا عندنا طبعا مصانع أعلاف عندنا مفرخات عشان تفئيس البيت عندنا مجزر علشان زي ما حضرتك شايفة بيتباع منتج بهذا الشكل وخاصة أن منتج شاهدنا هو منتج مشهور جدا في مصر أن هي الفرخة الفرش اللي تلعمرها موجودة لأن المصرين فاكرين أن المجزر يعني فرخة مجمدة لا احنا فيه فرخ فرش اللي عايز يأكل فرش وطبعا فيه المجمد وفيه المجزئات زي ما حضرتك شايفة وهم داخلين فيه كمان التصنيع برضو لايكلم عليه مستر عارف لكن أنا عايز أتكلم على نقطة مهمة قوي في قطاع الدواجن أن احنا حققنا الاكتفاء الذاتي بالستين ألف طن مش بس خمسين ألف طن وكمان بندخ فتاكيت وبالتفريخ ليه السوق يجيب لنا كمان حوالي مية وخمسين مليون طائر وبالتالي حتى أن احنا كنا عاملين حسابنا في الدراسات الجدوى اللي عرضت علينا في الوزارة أن احنا مستهدفين أن احنا عندنا زيادة في الإنتاج أن احنا كمان نصدر وفعلا نبتدينا نصدر لأفريقيا وفتحنا أسواق عربية فكل ده على أساس أن أنا يبقى مش للسوق المحلي بس لأ ده أنا كمان بدل ما بجيب بستورد بعملة صعبة لأ ده أنا بجيب عملة صعبة ودي كانت المنظومة المهمة وتحقيق الاكتفاء الذاتي وإن احنا نوصل للشكل اللي حضرتك شايفها ده يعني وعندنا شباب متميز فيها اشترك في بقات وطشة الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش وبقات سنوية بتبدأ من 150 جنيه